وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية تركي لدى تدشينه اليوم بمعية وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي أنشطة وكالة التعاون والتنسيق الدولي التركي أتيكا أن ثم تتوجهات تركية جادة لتحقيق المزيد من الانفتاح السياسي والاقتصادي والتجاري مع اليمن واعتبرا الروابط التاريخية الحميمة التي تربط الشعبين اليمني وتركي تمثل حافزا محوريا لتطوير وتوسيع مجالات تعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية التركي إلى أن الحكومة التركية تتفهم أولويات الاحتياجات التنموية اليمنية وأن ثم تتوجهات بسرعة تخصيص المرحة التركية المقدمة لليمن خلال الاجتماع الرابع لمجموعة أصدقاء اليمن الذي عقد في نيورك في السابع والعشرين من شهر سبتمبر المنصرم والبالغة مئة مئة مليون دولار من جهتي رحب سعيد أن نكول لك البلاد الفيد سعيد لكم سعيد للترخي سعيد económ ơi الشعب والتركي والشعب اليمنى حتى إلى الابد أنهم يكونون مشاعر الحب لبعضهم البعض لدينا قواسم مشتركة من ناحية التاريخية والثقافية وعراقات القربة لدينا مصير واحد وتاريخ واحد جهته رحب وزير التقطيط والتعاون الدولي بنائي برئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية التركي في زيارته الأولى لليمن مؤكدا أن هذه الزيارة تكتسب دلالة خاصة تجسد الحرص الذي تبديه الحكومة التركية على تعزيز وتطوير مسارات التعاون الثنائي مع اليمن وثمن وزير التقطيط والتعاون الدولي مبادرة الحكومة التركية بتقديم 100 مليون دولار كمرحة تمويلية لليمن خلال الاجتماع الرابع لمجموعة أصدقاء اليمن معربا عن تطلع الحكومة اليمنية إلى استلهام النموذج التركي في تحقيق التطول والانتعاش الاقتصادي في اليمن وتخلل احتفالية تتشين أنشطة وكالة التعاون والتنسيق الدولي التركي تيكا قيام كل من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية التركي بولينت إرينج ووزير التقطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي بغرس شتلتي لشجرة البن تعبيرا عن التوجهات المشتركة لتشجيع سراعة المحاصيل النقدية في اليمن من جنة الدولية الدكتور محمد السعدي اليوم مع مدير وكالة التعاون والتنسيق الدولي التركي تيكا البروفيسور فاروغ بوزكوز القضايا المتصلة بالأنشطة تمويلية التي تعتزم الحكومة التركية تتشينها في اليمن عبر الوكالة وفي اللقاء عرب الوزير السعدي عن ترحيب حكومة الوفاق الوطني بمبادرة الحكومة التركية بافتتاح مكتب لوكالة التعاون وتنسيق الدولية التركية تيكا بصنعه معتبرا هذه المبادرة تجسيد حرص من الحكومة التركية على تعزيز وتطوير مجالة التعاون التنائي مع اليمن وأشار الوزير السعدي إلى أهمية التسريع بتخصيص المنحة التركية المقدمة لليمن خلال الاجتماع الرابع لمجموعة أصدقاء اليمن والذي عقيد في نيورك في 27 من شهر السبتمبر المنصر والبلغ 100 مليون دولار لافتا إلى أنه تم الاعداد النهائي للمشاريع التي يمكن الاستفادة من المنحة التركية في تمويل إنشائها وتشمل مجالة التعليم والطاقة والصحة والزراعة من جهته كشف مدير وكالة التعاون والتنسيق الدولية التركية تيكا عن اعتزام الوكالة تمويل إنشاء ثلاثة مراكز لغسيل الكلة في العاصمة صنعاء وتعز والحديدة إلى جانب إنشاء مركز آخر في مدينة عدن لافتان إلى أن تمويل إنشاء مركز غسيل الكلة جاء بتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان